نرجع تاني لطنة البطولة العربية اقوى بكتير من البطولة الافريقية الناس تريقت فنيجي نفاجأ ان الدور الاول اللي في دور المجموعات خرج الترجي وخرج السفاكسي وخرج الوداد وخرج البلوزداد شباب البلوزداد وخرج الزمالك وخرج كل الفرق الافريقية اهل طرابلس تمام كل الفرق الافريقية خرجت ولم يتبقى الا رجاء لعف دور التمانية وتغلب والفرقتين اللي كانوا مع الزمالك في المجموعة صعدوا للدور قبل النهاي النصر والشباب اللي الزمالك اتغلب منه بضرب الجزاء وهمية وهنا اوجه كلامي المستشار مرتضى منصور انا بحل المباراة في قناة القناة السعودية النقلة للحدث احنا في الملعب واعتقد كل الناس عارفين ان احنا في الملعب احنا بنتفرج على الماتش من خلال المدرجات الكرة جد بتاعت محمد عبدالغني كلنا ما شفنهاش في الملعب محدش شافها في الملعب اتقال ان الكرة جد في ايده جيت ما بين الشوتين بحل الكرة قلت ان الكرة فيها شك فيها وعليها لان انا ما شفتهاش بعيني ما شفتهاش بعيني جيت جبنا ايباد شفتها قبل نهاية المباراة واضح وقلت وشرحت بعد المباراة ان الكرة فيها اي حاجة وان الكرة وقلت شرحت القانون التعمد هنا موجود لا مش موجود نمرة اتنين هل انا مكبر جسمي عشان امنع الكرة ولا الوضع التشريحي الجسمي طبيعي وقلت ان الكرة جد في رجل عبدالغني رجعت في بطن فواز الباكرايت بتاع الشباب رجعت في ايد وهي بتلف من ظهره قولا واحدا ضرب الجزاء لا تحتسب نهائيا الشباب صعد بضرب الجزاء عز مالك صعد بضرب الجزاء على الاتحاد المنستيري صعد بضربات الجزاء على حساب الوحدة الاماراتي ده توفيق وعدم توفيق ففجأت المشار مرتضى بيقول يا خالد يعني انت بتقول فيها وعليها وشرحت له الموقف لقيته برضو بيتكلم بعد المباراة عن هذا الموضوع فمرة واثنين وثلاثة مع كل احترام التقديل يا جماعة احنا اكتر واحد بيدافع الزمالك الحمد لله الواحد بيدافع الزمالك بما يرد الله واحنا في دولة شقيقة في المملكة العربية السعودية مع فرق سعودية بنتكلم بما يرد الله بنتكلم بأدب واحترام بنتكلم في الكورة